أهلاً وسهلاً بكل اتميدات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفرود المرحلة الأولى أو الفرد الأول للدورة الأولى للمستوى الثالث ابتدائي نشوف نموذج الفرد الأول للدورة الأولى مادة اللغة العربية القراءة والفهم للمستوى الثالث ابتدائي إذن أول حجم دوب بنص القراءة إذن قرأوا نص قراءة جيدة إذا أسعدك الحظ بوجود صديق لك فحافظ عليه وأوثق رابطك به أملاً في أن تطول صداقتكما واختر من الإخوان والأصدقاء ذا العقل والشهاد والاحترام والصدق ورأي السديد وعليك بالتودد إلى أصدقائك محافظة على حسن الصحبة بينك وبينهم قال الشاعر في الصديق لا شيء في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلان والأصحاب إذن عندنا هنا بالنسبة النص كيهدر على الصداقة وكيهدر أنك كيف تخطر الصديق ديالك وأنك بي تختار الصديق خاص يكون الصديق يعني مش جاهد عنده العقل يعني يتميز بالصدق يتميز بالإحترام الرأي السديد كي نصحك يعني خاص كديما تحفظ على ذاك الصداقة باش تطور صداقة ديالكم إذن بالنسبة أو السؤال ماذا تلاحظ في الصورة إذن الصورة شنكتمت المجموعة من الأصدقاء يمرحون يمرحون نلاحظ مجموعة من الأصدقاء يمرحون إذن شو السؤال الثاني هي قراءة النص قراءة جيدة إذن أن تطول صداقتكما صداقتكما إذن من الإخوان والأصدقاء إذن العقل والإشهاد إذن كيهدر على الصداقة إذن شو دبا مفهوم المقرؤ إذن أول حاجة ضع عنوانا مناسبا للنص إذن نص كيهدر على الصداقة ممكن قول الأصدقاء إذن مثلا عمل الصداقة إذن عنوان مناسب الصداقة إذن عن شو سؤال الرابع إملأ الخطاط التالية إذن هنا خريطة الكلمة عندنا كلمة خليل نحد نوعها مرادفها المعنى ديالها ضدها لعكس الكلمة وركبها في جملة إذن خليل نوعها إما يكون فعله لا إسم هي نوعها إسم إذن نكتبه هنا إسم مرادفها مرادف خليل هو الصديق إذن نكتبه مرادفها صديق الخليل مرادفها صديق ضدها عدو عدو إذن جملة إذن مثلا ممكن لكب جملة نقول مثلا أحسن شيء في الدنيا هو خليل صادق وفي إذن ممكن قوله أحسن حاجة في الدنيا يعني أحسن يعني أحسن حاجة في العالم أو هي الصداقة إذن هل حسب ناشئة في الدنيا أحب لناظري من منظر الخلاني والأصحابي إذن أعز خليل أعز خليل هو أعز خليل هو يعني أعز صديقه أن يقف معك في الشدة أعز خليل هو أن تجده هو الصديق الذي تجده في الشدة أو الذي تجده في الشدة إذن أعز خليل هو إذن أعز خليل هو الذي تجده في شدة هو الذي يتحل بالصدق هو الذي يتحل بالصدق بالصدق والأمانة إلى آخره هو الذي يتحل بصدق أعز خليل هو الذي يتحل بالصدق نمشل خامسا أذكر أربع مفردات من عائلة الصداقة إذن الصداقة مثلا الأصحاب إذن مثلا الصداقة الأصحاب مثلا الرفاق أو الرفيق يعني جميع الكلمات اللي عندهم ارتباط بالصداقة الرفيق كين الصدق كين الصاحب كين الشريك الصاحب الشريك الوفاء الإخلاص يعني جميع الكلمات اللي عندهم ارتباط بالصداقة نحن عملنا الأصحاب الرفيق الصدق الصاحب إذن عملنا الأصحاب والصاحب نعملوا مثلاً الوفاء الوفاء إذن حيدوا هذا الصاحب لأننا عملنا الأصحاب ولا نخليوا الصاحب الرفيق الصدق الوفاء إذن عم شو دابا؟ السؤال السادس استخرج من النصفات التي ستختار بها صديقك إذن شنو قالوا النص؟ رجعوا النص إذن واختر من الإخوان والأصدقاء إذن العقل والإشهاد والإحترام والصدق والرأي السديد إذن هذه هم الصفات الصديق إذن الصفات الصديق التي ستختارها يعني والتي ستختار بها صديقك يعني اختر اختر ماذا؟ الصديق دو ماذا؟ دو العقلي إذن دو العقلي والإشهاد دو العقلي والإشهاد دو العقلي والإشهاد وماذا؟ أيضاً والإحترام والصدقاء والإحترام والصدق وممكن كذلك والرأي السديد إذن نكسفي بهذا القدر إذن اختري الصديق ذو العقل والإشهاد والإحترام والصدق إذن أنسج على غرار بك يقول لك أنسج على غرار معنى ماذا؟ أنك الكلمة هتحافظ على عليك وبينهم إذن هتنسج واحد الجملة فيها الجميع الكلمات الأساسية عليك وبنفس الطريقة ديالها الجملة إذن شنو عن قوله؟ عليك احترام والديك عليك احترام والديك مثلا غيرني ترك الوحدي والديك إذن من أجلي إذن من أجلي إذن محافظة من المتنع عن نفس لكسب كسبا لرداهم إذن وكذلك إذن كسبا كسبا لرداهم لرداهم بنفس المنوان لرداهم عليك احترام والديك أتمنى أن نكون فيكم شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر